قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيكون هناك بدائل للتعامل مع المقابر التي لم يتم نقلها والتي لا تدخل ضمن التطوير شدد رئيس الوزراء عقب تفقده مقابر صلاح سالم على أن الحكومة حريصة كل الحرص على تراث مصر والمحافظة عليها هل كلنا شفنا مقبرة الزعيم الخالد أحمد عرابي اللي كلنا شوارع ورئيسية في كل مدننا النهاردة باسم هذا الزعيم الخالد اللي كلنا درسناه في كتب التاريخ شفنا المقبرة عاملة إزاي؟ هل يعقل أن أحد أهم زعماء مصر يبقى دي مقبرته؟ فهي دي كانت توجيه سيادة الرئيس يتعمل مكان أو منطقة كبيرة اسمها تبقى مقبرة الخالدين علشان نعلي من شأن زعماءنا يعني ضحوا لهذه الدولة على مدار العصور ويبقى هناك مكان مجمع الناس تروح تشوفه وتبقى عارفة أن الزعيم ده عمل إيه للبلد؟ يعني ماعتقدش أن فيه حد في مصر النهاردة كلنا بنقرأ الزعيمة أحمد عرابي لكن ما حالش ممكن كان يتخيل أن هي دي مقبرة هذا الزعيم الكبير لكن هو ده عشان كده كانت التوجيه يتعمل مكان على أعلى مستوى يجمع كل الخالدين والزعماء اللي كانوا موجودين في هذا الوطن ويبقى مزار لنا كلنا عشان نفتخر بيهم ترجمة نانسي قنقر